سيدنا محمد ما زلت أنا مع هالكتاب اللي أنا اعتبره يعني هو مؤلفة سيدي البدوي يقول إنه هي شطحات بس أنا قلبتها إلى نفحات وعطايا وحكم صوفية تاريف الدكتور عبد الرحمن البدوي ناشوكات مطبعات ناتا و27 شرفات سام دولة الكويت دراسات اسلامية بس هو مسيرتان اكتشفت إنه هو أبو يزيد البصلامي نفس مسيرة صحابي الجليل سلمان الفارسي لأنه هنا مكتوب إنه كان جدا هو اسمه شاسمه هنا كاتبين وكانت جده الشروشان مجوسيا فأسلم وكانت رات أخوة آدم وطيفور وعلي وكلهم كانوا زهادا عبادا رباب أحوال وهم من أهل بسطان بسطان في إيران المهمان اليوم بأقرأ هذه الصفحات وانتو خليكم معاي وإن شاء الله تكون نفحات والفاتحة على روحه وروحه المهدى إليه الكتاب ومؤلف الكتاب إذا وحي أو ميت جاء سيدا محمد صحب السلام سيد أحمد الرفع سيد عبد الله قادر القلاني سيد أحمد البدوي سيد براحمة الدسوق والجميع الفاتحة التجانيون والنقشبنيون والبعلوم اليمن السقاف والدرقاويون وشريار الصوفي وكلهم فاتحة نفحات الأنس من حضرة القدس لمولانا عبد الرحمن الجامي الله اللي هنا يكون بالكويت بعد جامي إياه على فكرة الشيخ الجامي إن شاء الله أنا حصلت فيديوه له مع الشيخ وليد في درس وهو من أهل يمكنه في قانستان زيد زار الوالد وكان يعرفه إن شاء الله حصله بعد صورة مع الوالد أو فيديو خاص السيد والسيد هاشم السيد أحمد الرفعي الوزيرنا بشيخ الطريقة رفع السفر دور الكويت رحمه الله جميعا صاحبه الكتاب مكتبته لمولانا عبد الرحمن الجامي تعريب تاج الدين زكريا العثماني المخطوط رقم 1272 عربي بباريس مكتب الأهلية ورقة 26 باء أبو يزيد بستامي قدس الله سره من الطبق الأولى واسمه طيفور بن عيسى بن آدم بن شر سروشان كان جده يهوديا فأسمه كان من أقران أحمد بن خض روي هذا صوفي وراء أبا حفص ويحيى بن معاذ وشفيق البلخي كلهم صوفي وماته سنة 61 ومائتين يعني 261 يعني كان لحق يعني عقب التابعين يعني عقب الحسن البصري الحسن البصري كان فوق المية وقيل في سنة 34 ومائتين والأول الصح وكان أستاذه كرديا وأوصى ادفنوني تحت رجل أستاذي لحرمة الأستاذ الله كان المعلمين يكونون سورا وكان صاحب آي لكن فتح عليه بالولاية فما ظهر مذهبه قال شيخ الإسلام أن يسبوا إليه كذبا كثيرا منه أنه قال ذهبت فضربت الخيمة محاذاة العرش قال شيخ الإسلام هذا الكلام كفر في الشريعة وبعد في الحقيقة إذ معناه لا يتحقق بإثبات النفس بل يتحقق هذا الحقيقة بنفي الوجود ولا تثبت الحقيقة بالأثنينية فالنثبات الأثنينية شركون ونفي الأثنينية توحيد قال الحصري الله يسيري ممكن حق مهندس عزيز حصري محمد صديق الوالد قال الحصري رحمه الله الحصري على فكرة هو مهندس عزيز حصري بس في واحد مرة عليه من الحصريين في العراق في البصرة سبحان الله قال الحصري رحمه الله أني رأيت العرش كنت كافرا أن رأيت العرش كنت كافرا والجنيد كان جنيد مغدادي وشيخ الطائفتين الصوفية والقراء والجنيد كان متمكنا وما كان له بوح يعني ما كان عنده كلام مثل يمكن هذا سيد يا بزيز المسطن وغيره أو الحلاج اللي يعدموه بالخشبة بالمغداد وكان يعظم الأمر والنهي وأخذ الطريق من الأصل فلا جرم كان مقبولا لجميع الفراغ صح سئل الجنيد أين وطنك قال تحت العرش يعني غاية همتي ومنتهى نظري واستقرار روحي هو الذي قال الله لموسى أنت غريب وأنا وطنك وقيل كان أبو يزيد إذا قام للصلاة يخرج من صدره قاقعة الله يسمعها كان قريبا منه وهي القاقعة من هيبة الحق وخشته وتعظيم الشريعة وقال أبو يزيد عن الموت إلهي ما ذكرتك إلا عن غفلة وما خدمت إلا عن فترة ومات وقال أبو موسى قال أبو يزيد ريت الله في المنام فقلت كيف يكون الطريق إليك يعني يا الله قال إذا انقطعت عن نفسك وصال سبحان الله وكان مجووسيا فأسلم وكان لعيسى ثلاثة أولاد وهو أكبرهم أكبرهم وطيفور أوسطهم وعليون أصقرهم وكانوا كلهم زهادا عبادا وكان أبو يزيد أفضل أهل زماني وجلهم حالا له لسان في المعارف والتقيق وفي علومه المكاشفات والفناء والبقاء لم يسبق إليه ولم يسبق إليه ذكر طرف من أخباري حكى أبو نعيم الأصفهاني وابن باكويه وابن الخميس في مناقب الأبرار طرفا من زهده وكراماته وخوفه وورعه وجميل صفاته وعباداته سبحان الله الآن كان يقول أبو عقوب رفعي بالدواني قال أبو يزيد يعني أبو يزيد مستامي لا ينقص ولا يزيد ديوان أبو نصور يقول حدثنا جدي رحمه الله بإسنادي للعباس بن حمزة يقول صليت خلف أبو يزيد البستامي الضهر الله فلما أراد أن يرفع يديه ليكبر لم يقدر الله أجلالا لإسم الله تعالى وارتعبت فرائده حتى كنت أسمع التقعقع عظامه فهلني ذلك وروى جدي عن ابن ناصر بإسنادي إلى عيسى بن آدم ابن أخي أبي يزيد قال كان أبو يزيد يعظ نفسه فيصي يا مأوى كل سوء المرأة إذا حاضت طهرت بعد ثلاثة أيام وأكثره عشرة وأنت قاعدة منذ عشرين أو ثلاثين يعني نفسه يخاطبها بعدما طهرت فمتى تطهرين متى تطهرين إنك تقفين بين يد الله الطاهر والذي يقف بين يدي الطاهر ينبغي أن يكون طاهر أن يحاكي نفسه قلت لم يذكر له جدي في المنتظم سوى هذه الكلمات عن العباس بن حمزة وعن عيسى بن آدم بن أخي يزيد لا خفى أن الرجل كان جليلا سيدا عارفا نبيلا وقد استقصيت أخباره وذكرت أحواله وأطاره فأقول حكى ابن باكوي بإسنادي عن قاسم الحداد قال خرج أبو يزيد في بعض سياحاته فجاء إلى دجلة في العراق فالتقى به الشطان عند دجلة والفراج فحول وجهه عنها ثم قال وعزتك إنك تعلم أنني ما عبدتك لهذا فلا تحجبني عنك وحكى عنه علي بن جهضم في باجة الأسرار قال صعد أبو يزيد ليلة على سور بستام فدار عليه طول الليل مجتهدا أن يذكر الله تعالى فلم يقدر إجلالا وهيب فلما طلع الفجر نزل فبال الدم قال وجلس يوما بينه ذي المنبر وقد حكى هاتين الحكايتين جدي في كتاب المنتخب في الوعظ وحكى عنه أبو عبد الرحمن السلام قال قلت أبو يزيد جلست ليلة في المحراب قال أبو يزيد جلست ليلة في المحراب فمددت رجلي فهتف بهاتف أيا أبا يزيد من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأداء وحكى عنه ابن جهضم في البهجة أنه قال رأيت رب العزة في المنام قلت يا خداه كيف الطريق إلى يا خداه يعني يا الله كيف الطريق إليك قال يعني بالفارسي قال لفارق نفسك وتعال وحكاه جدي في المنتخب ذكر ابن خميس في المناقب أنه أذن مرة ثم أراد أن يقيم فنظر إلى في الصف رأى رجلا عليه أثار الصفر فكلمه بشيء فخرج الرجل من المسجد فقيل له ذا قال لك ابو يزيد قال لي أخرج واقتسل فما يجوز التيمم في الحضار الله يعني كشفه كرام وحكي أيضا عن أيضا قال اشتهر الرجل بالولاية فقال ابو يزيد فضل إخوانه قم بنا إليه فدخل الرجل المسجد وبسقه تجاه القبلة فرجع ابو يزيد وقال لصاحبه أمضي بنا فهذا غير مأمون على أدب من أدب الشرع عفقية فيكون مأمونا على من يدعيه من الولاية قال وغسل يوم توبه في الصحراء ومعه صاحب الله فقال صاحبه علقه على حائط الكرم فقال ما أذن لي صاحبه يعني يمكن شجر الكرم كرم فقال علقه على الشجر فقال تنكسر أقصانه فيفسد فقال ابسطه على الأذخر قال يفسد لأن الله جعله على فل الدواب الله كل شيء هذا زاد فهو يعني زرع مثل هذا فولى ابو يزيد ظهره إلى الشمس وجعل القميس على ظهره ورأسه وقلبه حتى جفه ثم لبسه الله أكبر قال ودخل يوما إليه فغرس عصاه في الأرض فوقعت على عكاز شيخ إلى جانبه فوقع العكاز فقام الشيخ فانحنى وأخذه فقال ما أبو يزيد إلى الشيخ وقبل رأسه وحال له وقال إنما حنيت وأخذت العكاز بسببه قال وقدم الشفيق البلخي وأبو تراب النخشبي على أبي يزيد وقدمت سفرة هناك شاب جالس فقال له يبي يزيد قم فكل مع الشيخ فقال أنا صائم فقال له أبو تراب كل ولك أجل صوم شهر فأبى فقال له شفيق كل ولك أجل صوم السنة فأبى فقال له ويزيد دعوه فقد سقط من عين الله فأخذ الشاب بعد سنة فأخذ الشاب بعد سنة فقطعت يده قال وقال عم البستامي كنا قعودا في مسجد أبي يزيد فقالوا فقوموا بنا نستقبل وليا من أولي الله فقمنا وإذا بإبراهيم بن ستنبه الهروي الهروي شيخ شيخ محمد شعرون من الجزاون المغرب فقد أقبل فقال أبي يزيد وقع في خاطري أنني أستقبلك وأشفع لك إلى ربي فقال له إبراهيم لو شفعتك في جميع القلائق لم يكن عجبا إنما هم قطعة من طين فتحير أبي يزيد من جوابه